تدفق مئات الألاث من العراقيين إلى ساحات التظاهر استجابة لدعوات أطلقها المعتصمون من أجل تظاهرات مليونية وعبر المتظاهرون عن رفضهم ورقة الإصلاح التي تبنتها الأحزاب الرئيسية في البلاد قبل ثلاثة أيام معتبرين أنها محاولة من الأحزاب للالتفاف على مطالب المتظاهرين وتسويفها وشهدت العاصمة بغداد حبورا كثيفا في عدد من الساحات أبرزها التحرير التي لم تخلو من المعتصمين منذ انطلاق التظاهرات في الأول من أكتوبر الماضي وفي الجنوب حيث تواصل عدة مؤسسات للدولة إضرابها خرجت التظاهرات ببتيرة أكبر وإصار أقوى على المطالب المنادية بتغيير النظام السياسي والأصلاح ورفض الفساد ترجمة نانسي قنقر